صباح الخير ازايكم مبارح كنت بروقف اوراقي وقررت ان انا اتخلص من شوية اوراق كده يعني عاملين لي زحمة فقبل ما برمي اي ورق بعد ابص فيه واشوف فكان فيه المسيريال بتاعت بروجرام كبير او يخدته في الليدرشيب وكان معمول مخصوص للناس اللي عايزة تنخرط في العمل التطوعي وخدمة المجتمع اللي هم فيه ومن ضمن الحاجات كنا بنختار مؤسسة خيرية او منظمة مجتمعية نشتغل معاهم لمدة شهر فكان فيه زنيلة في نفس الكورس ده وهي كانت بيزنس وامن انا وهي كنا من البيزنس سكتور لان كان فيه ناس من الحكومة فيه ناس من القطع الخاص فانا وهي كنا من البيزنس سكتور واخترنا نفس المؤسسة وهي شيلتر زي ما تقوله كده ملجأ او مقوى للسيدات المشردات هم واولادهم اللي بتبقى فيه زروف معينة في حياتهم بتحطهم في وضع حرج لفترة من الفترات ما بيكونش ليهم بيت او مقوى فاتصحبت على الست دي وخرجنا وتعرفنا هي اكبر مني بشوية والبيزنس بتاعها كانت عندها مصنع صغير بتعمل فيه اغذية واطعمة صحية وبتوصلها للناس اللي بيعملوا زي ما تقوله بلان كده ان هي تبعت لهم الاكل بتاعهم مثلا ثلاث مرات في الأسبوع او مراتين في الأسبوع او احيانا كل يوم ففي مرة من المرات المرة اللي انا كتبت فيها النوتس دي في مرة من المرات بتقول لي انتي عارفة ان انا كنت مضمنة خمر كانت الكهوليك قلت لها واو قالت لي المدة 12 سنة منهم 8 سنين بحاول ابطل قالت لي عارفة ليه انا كمان اخترت الورجانيزيشن دي بالذات المؤسسة دي بالذات فقلت لها لأ قالت لي عشان انا في فترة من الفترات عشت انا ولادي تلاتة في هذه المؤسسة لاني كنت مشردة بأولاد تلاتة وما بشتغلش وامكانياتي ضعيفة جدا جدا وفوق ده كمان كنت الكهوليك مضمنة خمر قالتها لا ده انتي قصة بقى ده انا لازم اعرف عنك اكتر وفعلا اتكلمنا كتير في اليوم ده كانت بتكلمني على البرنامج اللي كانوا بيعمله لهم عشان يتحدوا هذا الادمان ويبطلوا شرب الخمر اللي هم بيعملوا فمش عايزة حبت طبعا يقعد يعلق على شرب الخمر والكلام هنا مش على ده الكلام على التلات مبادئ اللي انا هقول لكم عليها اللي هي قالت لي المبادئ دي ساعدتها انها تغير من حياتها تماما وتطلع من الادمان اللي كانت فيه وبالعكس تعمل بيزنس كمان وتنجح فيه وتبقى بيزنس ومن وكمان تحسن علاقتها باولادها التلاتة فانا نقلتهم تاني في الاجندة بتاعتي او التلات مبادئ اللي قالت لي ان هي كانت اتعلمتهم في البرنامج ده وكان مفروض ان هم يطبقوا هذه المبادئ التلاتة كل يوم المبدأ الاولاني هو الاثنتاسيتي او الصدق وقالت لي هنا بيتكلموا على ان الواحد يكون صادق مع نفسه وصادق مع الاخرين المبدأ التالت هو ان الواحد يعمل اللي عليه ومايفكرش في الحاجات اللي مايقدرش يتحكم فيها وده خلاني فكرت في النصيحة المتدولة جدا جدا عندنا اللي هو اعمل اللي عليك والباقي على ربنا هو بالضبط كده والمبدأ التالت هو اعمل الحاجة اللي انت مش مرتاح لها وهنا هقول لكم هي تعني ايه مش ان هي يعني مثلا والله انا مش مرتاح ان انا اجذب فاقوم اجذب لا هقول لكم اللي هو العمل الغير مريح وقالتلي على امثلة انا طبعا مش فاكرة كل الامثلة اللي هي قالت هي لان هي يعني قصتها كانت كبيرة ومتشعبة ولكن المبدأ الاوليه مثلا هي تكون صادقة مع نفسها ومع الاخرين طول الوقت فبتقول لي طبعا يعني من ضمن البرنامج ده ان هي لازم تدور على شغل ايا كان الشغل ولازم تشتغله فكان فيه شغل في مطعم بتخسل صحون لان هي طبعا برغم انها كانت مؤهلة ولكن كانت الظروف اللي هي فيها احنا بنكلم على انسانة مشردة ما كانتش تسمح لها ان هي تتقدم لوظائف عادية فراحت المطعم والمدير المطعم بيسألها انتي كنت بتعملي ايه السنين اللي فاتت السي بي بتاعتك ما فيهاش حاجة الريزومي بتاعتك ما فيهاش حاجة السيرة الزاتية بتاعتك فبتقول لي ساعتها وانا قاعدة اصاد وفكرت انا كان ممكن اقول له اصلا عندي ثلاث ولاد وكنت مشغولة بيهم بس هل ده كانت الحقيقة لأ قالتلي انا حسيت في اللحظة دي انا ما كنتش بربي ولادي اصلا يعني ما كنتش دي الستات اللي قاعدة في البيت وثابت الشغل عشان تربي ولادها قالتلي روحت اقيله له قلت له انا بقالي كذا سنة بستراجل مع الالكوهول هي كذا سنة بتعاني في موضوع الادمان اللي هي كانت حسنة بيه اللي هي كانت فيه ده فبتقول لي قلتها وانا مش عارفة فده المبدأ التاني بقى اعمل اللي عليك يسيب البيت على ربنا فهي اللي كان عليها في الوقت ده وان هي قالتله الصدق فلا اوكي انا هشغلك لان انا كانت امي في نفس وضعك وكانت بتعاني من ان هي تلاقي حد يشغلها وانا هشغلك فبتقول ده كان اول انترفيو دخلتله اول وظيفة المكان رد علي وقالولي تعالي من قابلك هتشتغلي في المطبخ فهتشتغلي بتخسلي السحون والشفت بتاعك الشفت بتاع بالليل بعد العشاء لانه مطعم فبتقول لي كان شغل مش مريح هو ده بقى قالتلي شغل مش مريح وقبلت وقلت مش مشكلة قالتلي انا لكنت بعرف يعني ما كانتش بتنام كويس بس هي اساسا طول الوقت مدروخة وطول الوقت حالتها حالة فبتقول لي فكنت باروح بالليل آآ آآ قعد اخسل السحون والدبق والحلل وتنظف المطبخ عشان الصبح الناس بقى تيجي اللي في المطبخ يستلموا منها الشغل فبتودي ده اول موقف حصل وطبقت فيه التلت قواعد او التلت مبادئ اللي قالولنا في البرنامج بتاع الادمان ده انه احنا لازم نطبقها يوميا بتودي عادة السنين ونجحت وتعلمت واشتغلت معهم في المطبخ بقى بس مش في غسل الصحون ده في تجهيز الحاجات واثناء ما هي بتشتغل معاهم خدت ديبلوما ديبلوما سغيرة ست شهور في الطبخ وقالولهم ساعتها اتخصصوا في حاجة اتخصصوا في الحلويات اتخصصوا في السلطات في حاجة زي كده فهي تخصصت في السلطات والسلطات الصحية اللي هو الاكل الصحي فعدت بيها السنين لغاية ما عملت البزنس بتاعها دوة وكبرت وشترت مكان وبقى عندها ستوف والكلام ده كله وبعدين اتعرضت لدائقة مادية كبيرة جدا جدا في الشغل بتاعها نتيجة التوسع دوة والتوسع دوة كان لازم تجيب حد زيادة يشتغل معاها فكان عندها وظيفتين حد يكمل يشتغل في المطبخ او حد يشتغل في الماركتينج فبتتكلم مع ابنها قال لها بص يا ماما انا من رأيي انك توفري الوظيفة اللي هي بتاعت الشغل في المطبخ وانتي تنزلي المطبخ تاني وتخلي الموظف الجديد او الموظفة الجديدة اللي انتي هتعينيهم يكونوا في التسويق عشان انتي ما بتفهمش كواس في التسويق فبتقولنا قعد التفكر فكان لازم تبقى صادقة مع نفسها شفتوا انا بفهم في المطبخ وقعدتي كلها في المطبخ وعشتي كلها في المطبخ فبفهمش في التسويق فدي اول لحظة لازم ما قالتش بقى انا بزنس وامن وانا المديرة هنا تاني حاجة عملي اللي عليكي وسيليه على رب اللي بقيه على ربنا قالت خلص اخذت القرار انها هتنزل تاني المطبخ وتاخد شفت من الشفتات ما هو نزول المطبخ ده مش هتنزل بقى كصاحبة بزنس لا هتنزل وهتلبس اليونيفورم بتاع الناس اللي بتشتغل في المطبخ وهتقطع وهتعمل وهتبقى كروه حتى كمان تحت مزير المطبخ لانا يبقى لها كذا سنة مشتغلتش بقيتها وثالث حاجة انها تعمل انها تعمل الشغل الغير مريح فبتقول لي اول شهرين كانوا شهرين عذاب تقولي لدرجة ان انا كنت بعيط وكانت بتدعي ربنا لان اي حد في اي ديانة تانية برضو بيدعوا ربنا زي هنا يعني الدعاء ده مش حكر على المسلمين ومش المسلمين بس اللي بيعرفوا ربنا فبكت وعيطت وقالت يعني يا رب بعد السنين دي وبعد ما انا ارتحت ارجعتيني اقف ورجليتي وجعني وقطع وطبعا بتقول لي يعني بتقول لي عادت عور نفسي وتعبت والكلام ده كله فافتكرت اللي هي بتاعتها ان هي صدقة مع نفسها هو ده اللي انا اشتغلت فيه مش هعرف هشتغل في التسويم يبقى اجيب حد يسعيني في التسويم و هعمل اللي علي حنزل المطبخ وقطع وعمل واسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى والخطوة الثالثة النهية بتعمل الشغل اللي هي مش مرتاح والله وبعدين كنت ان انا اعرف قالت لي بعد الشهرين دول لقيتني بشتغل وبعمل بسرعة وبنتج وبنعبي الاكل بسرعة وقوام قوام عشان اقول لكم برضو انستيتها ان هي قبل ما تنزل المطبخ مدير المطبخ اصر ان هي تاخد كورس في السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء والكلام ده كله كورس كانت هي اخدته من زمان وشهادة اخدتها من زمان بس كانت شهادتها خلصت انتهت فكان لازم تنزل تاخد الكورس ده تاني وتاخد الشهادة دي تاني فقالت لي عدينا الازمة والمبيعات بتادي تزيد والانكم بتاع الشغل مكنني ان انا اجيب حد يشتغل فالنهار ده وانا بقلب في الورع ولاقيت الكلام ده فكرت وقلت سبحان الله احنا بنقول الكلام ده لنفسنا وبنسمعه من كل الناس وكل الناس اللي بتتشدق بالنصايح وانا منهم بنقول الكلام ده اعمل اللي عليك واسيب الباقي على ربنا بس ما بنعرفش نطبقه بنسمعه بس ما بنعرفش نطبقه خليك صادق مع نفسك اه يعني اعمل ايه بسط حاجة ما تكذبش ما تقولش الحاجة اللي مش حقيقية ما تخفيش جزء من الحقيقة لان اخفاء جزء من الحقيقة ده كذب برضو وحتى فكر ان في كل المواقف اللي عدت علي كان في مواقف لما ما كنتش صادقة مع نفسي او مع الاخرين اتقلبت المواقف دي لحاجة وحشة فكرت كده اه انا عدى في حياتي حاجات وتحطيت في مواقف محرجة وبقيت مش عارفة اقول ايه فبقيت اقول اي حجة وخلاص بقيت اخترح حجة فالثلاث مبادئ دول ان الواحد يبقى صادق مع نفسه ومع الاخرين وانه يعمل اللي عليه ما يشغلش باله بالنتيجة ما نقلقش ما نخافش من النتيجة مدام عملنا اللي علينا فاغلب المواقف اللي واحد كان خايف فيها من النتيجة كان من جواه كده احساس بان انا ما عملتش كل اللي علي ده كان فيه حتة صغيرة كان ممكن اعملها ده كان فيه حاجة ممكن ازودها ده فيه حاجة زغنونة انا اثرت فيها واخر حاجة بقى ان في حياتنا وفي شغلنا حتقابلنا حاجات مش هنبقى مرتاحين ان احنا نعملها الشغل مش كله شغل لطيف حتى لو الشغل بنحبه هتلاقينا بنحب حاجات معينة فيه وحاجات تانية ما بنحبهاش في حياتنا دوري كأم دوري كزوجة دوري كابنة دوري كمرات ابن دوري كجارة هتلاقي فيه حاجات ممكن ما تبقاش مريحة انا مش مبسوطة ان انا اعملها بس لازم اعملها ده اللي هو الانكمفورتبل وورك لازم الواحد يمسك ويقوم ويعمل حاجة معينة عشان المكان ده يبقى نظيف لازم اقوم واجي على نفسي واطبخ عشان ااكل الولاد دول لازم اجي على نفسي واروح شغلي في معاده واعد انتبه ما عودش اتسامر مع دي اتسامر مع الموظفة دي واتكلم مع الموظف ده واحكي واضيع الوقت الشغل مش مريح بس لازم يتعمل لازم فيه حاجات معينة تتعمل والنصايح دي على قد بساطتها على قد صعوبتها وصعوبتها بتبقى صعوبتها في التنفيذ وبتبقى اختبارات اختبارات بين الواحد ونفسه يا ترى انا فعلا صدقة كان فيه جروب من الستات وكنا بنتقابل وكنت كل ما روح الجلسات بتاعتهم دي والاعداد بتاعتهم دي ارجع متضايق متضايق ان الكلام اللي بيتقال مش عجبني متضايق ان فيه حاجات بتحصل مش عجباني ابتديت اتكلم واقول بدل ما نوعد نتكلم كده اتعالوا اكلمكم على كذا انا قريت كتاب كذا كنت بحاول ارفع منهم لقيت ان دوري مش مرحب بي وابتدوا يتقلبوا شوية شوية علي واحدة تقولي انت حالمة واحدة تقولي انت اصلك فاكرة ان احنا عايشين في عالم مثالي لا لا ده كان هجوم منهم علي عشان يقوضوا ويزعزعوا ثقتي في نفسي لما في يوم اللي وقفت كده هو انت حالمة يا حنان يعني عايشة كده في لالالاند ده بالعكس ده انا وقعية جدا ده انا اكتر واحدة وقعية في هذه المجموعة وانا اللي نزلت واشتغلت وقابلت الناس وانزلت في معترك الحياة وروحت وجيت وسفرت وحتى لو عندي احلام وحتى لو بدفع الناس انها تحلم ده بالعكس مش بيقولك لو بطلنا نحلم نموت اه لو بطلنا نحلم نموت عشان مش هيبقى فيه عندنا امل في بكرة عايش لبكرة ليه بكرة بكرة اصلا حلم ما هو الحلم عبارة عن ايه عبارة عن فيجن رؤية حاجة كده بتتخيلها لانك ما اشتهاش لانك لسه ما حصلتش هل انا عايشة في عالم مثالي فاكرة ان انا عايشة في عالم مثالي بالعكس انا اكتر واحدة عارفة ان احنا مش عايشين في عالم مثالي انا اللي كتبت منقصات انا اللي دخلت في انا اللي اخسرت فلوس انا اللي اكسبت انا اللي اتخدعت انا اللي ايه ده لا انا عارف ان احنا مش فعالة المثالي فلما وقفت مع نفسي هذه الوقفة الصادقة قررت ان انا اقطع علاقتي بهذه المجموعة ال ال الدينامجز تاعتها مسمومة عشان انا نفسي كمان ما تسمش وفكرت ايه ده طب عاملي هاعد من غير صحاب اكده خدت القرار وعملت الصح وربنا سبحانه وتعالى عوضني عنهم ما كانش سهل ما كانش في لحظتها ما كانش في ساعتها بس ربنا عوضني عنهم وعملت الانكوفرطابل وورك عملت الحاجة المتعبة خدت الخطوات اللي صعبة صعبة نفسيا صعبة جسديا في الشغل بنتعرض لمواقف عميل من العملة تأخرنا في تسليم حاجة ممكن اقول لها ده ده مش مسئوليتي ده ده فلان ده ملان ده كذا ده كذا ده كذا قالوه انا اسف حصل الظروف الظروف ايه الظروفه خلاص مش محتاجة قاعدة دي حجج ومبررات واكذب وافكر في كذبة عشان اقولها ولا ان انا اقول حاجة خاصة عن نفسي مش عايز اقولها لهذا الشخص الظروفه خلاص وتحمل المسئولية واسيب النتيجة على ربنا سبحانه وتعالى ولو فيه شغل كان لازم يتعامل او لازم يتعامل لتعويض الشغل اللي ما تعملش واحد بيقعد وبيتزرع وبيعمله ف النصائح اللي بنسمعها كتير انا كنت محظوظة ان انا قابلت هذه السيدة اللي بكل صدق انا ما كنتش عارف حياتها اللي قبل كده وكان ممكن تفضل علاقتنا جميلة وحلوة من غير ما اعرف اي حاجة عن تاريخها اللي قبل كده لكن هي حست انها عايزة تقولي وكانت صدقة مع نفسها وقالت قالت انا كنت كذا وكذا 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 قالتها نوع من الفخر من السعادة بنفسها من الفخر منها غيرت حياتها بالشكل ده وقالتها كنوع من تبادل الافكار قالتها كنوع من التذكير لنفسها عشان تفكر لنفسها انت كنت ايه وبقيت ايه وايه اللي جابك من هنا الهنا هذه المبادئ السلاسة فدي دعوة مني لكل واحد فينا لما بنتكلم على المبادئ كلاشيهات المبادئ والكتاب ويطلعوا ويقولوا مش محتاجين كلاشيهات مش محتاجين نقول لكلاشيهات دي لحد لكن بيننا وبين نفسنا وفكر يا ترى ايه المبادئ اللي انا بابني حياتي عليها ايه القيم الاساسية اللي حطاها كده قصادي وبفكر فيها وبفكر في اهميتها وبفكر في جدوها فكل واحد فينا يقعد ويفكر ويفكر في هذه المبادئ مش محتاج ان انت تقعد تقولها للاخرين ولا تقولها حتى لقرب الناس ليك قلها لنفسك بس وبينك وبين نفسك قول المبادئ دي انا هطبقها كل يوم في حياتي خدوا الثلاث مبادئ دول كبداية في كل موقف كن صادق مع الاخرين كن صادق مع نفسك ما تجذبش على نفسك ما تجذبش على الاخرين ما تخبيش جزء من الحقيقة لان ده اسمه lying by omission هل كذب باخفاء المعلومات الحاجة التانية فكر ايه اللي انا قادر اعمله واعمله وغض النظر بقى عن النتيجة مش غلش بالي قوي بالنتيجة ولكن افكر في ايه اللي علي ان انا عمله والنتيجة هتبقى كويسة لو انا عملت اللي علي كويس النتيجة هتبقى كويسة ده لو انا فعلا عملت اللي علي بيجيني مثلا شباب ويقول انا ذكرت مش عارف ايه وده فعلا حصلت وبعد سنة في موقف تاني في كلام تاني خالص هذا الشاب اللي من سنة قال لي انا ذكرته مش عارف ايه ودخلت الامتحان وسقط بعد سنة وقع بالسانه وقال لي انا كنت باخد الدرس وارجع لحل الوجب بتاع الدرس ولا رجع الكلام ولا اي حاجة وفي الدرس اصلا لا كنت بنام ولا كنت بروح كده حطت ايدي على خدي وبسمع وخلاص اوپس ايه ده انت مش من سنة قلت ان انت كنت مذاكر ودخلت الامتحان ما تعرفش ايه اللي حصل في الامتحان شفته ما كانش صادق مع نفسه وما كانش صادق مع بابا ولا مامته ولا الاخرين احيانا بيبقى فيه جزء من الشغل مزعج ومل مقرف اه اه فيه اجهاد كبير قوي 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 بس لازم يتعامل لازم يتعامل الشغل الغير مريح عشان نوصل للنتيجة الحلوة اللي احنا نفسنا فيها هو دي ثلاث دروس اللي اتعلمتها من واحدة ست مدمنة خمرة يمكن اشوفكم بعد شوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر